اشتركوا في القناة الحضاري يليق بمكانة العاصمة الجديدة الهدف من إنشاء بوابات العاصمة الإدارية الجديدة هو إعطاء منظر جمالي ساحر على مداخل العاصمة الإدارية بوابات العاصمة الإدارية من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلح البوابات هي أول نقطة هتقابلك بعد مسجد الفتاح العليم وتقع على محور الدائر الأوسطي عند بداية محور بنزايد الجنوبي والشمالي واللي بيمتده بطول العاصمة الإدارية كلها اتحركنا من البوابات عن طريق محور بنزايد الجنوبي لحد ما وصلنا لمنطقة الإعمال المركزية ويطلق عليها وهو اختصار لكلمة Central Business District وهنا كان لازم يخطى في عينيك البرج الأيقوني برج على شكل مسلة فرعونية يبلغ ارتفاع البرج الأيقوني حوالي 400 متر ويتكون من 78 دور هو أطول برج في أفريقيا وتاني أطول برج في الشرق الأوسط بعد برج خليفة علامة مميزة للعاصمة الإدارية ما ينفعش تروح لعاصمة وما تشوفش البرج الأيقوني والعشرين برج اللي موجودين في منطقة الأعمال المركزية كملنا طريقنا في محور بنزايد الجنوبي لحد تقاطع بنزايد مع المحور المركزي وهنا لازم نقف ونتفرج على أول كومباوند سكني قبلنا وهو كومباوند جوهرة العاصمة موقع مميز في قلب النهر الأخضر الكمباوند خاص طبعا بضباط القوات المسلح وتظهر معانا أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط كاتدرائية ميلاد المسيح على مساحة 15 فدان يعني تقريبا 63 ألف متر مربع وتعتبر الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط وتستوعب 8200 فرد تقريبا سبنا محور بنزايد وتحركنا على المحور المركزي لحد ما وصلنا منطقة الأر سيفن أرقى أحياء العاصمة وأكتر منطقة سكنية مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة الحي بيضم أفضل كومباوندات ومشاريع سكنية بالمدينة وتم تقسيمه لـ 33 قطعة أرض بالإضافة للمنشآت الخدمية والتجارية قلنا نصور كومباوند كاتلان وكمباوند فينيا والاتنين ملك شركة جيتس ديفالوبمنت أو جيتس للتطوير العقاري كومباوند كاتلان حوالي 40 فدان وخلصان بنسبة 90% إنشآت ومباع بالكامل وصورنا مجموعة من الشواء من داخل كل شقة للعملاء اللي كانوا اشتروا معينا قبل كده في المشروع أما مشروع فينيا فهو المشروع الأحدث للشركة وما زال طبعاً البيع مستمر والإنشآت كمان مساحات تبدأ من أول 154 متر 3 غرف نوم وبأسعار تبدأ من 1.750.000 والتأسيط على 10 سنوات رجعنا على المحور المركزي حتى وصلنا لفندق الماسا ومنطقة الداونتاون وطبعاً لازم نصور أهم مشروع في المنطقة بيراميدز مول المشروع ملك شركة بيراميدز للتطوير العقاري واللي عندها تقريباً 9 مشروعات ضخمة في العاصمة ومحققها أكبر نسبة إنشاءات حتى الآن في كل مشروعاتها بيراميدز مول على مساحة 45 ألف متر مربع وهو أكبر مشروعات الداونتاون من حيث المساح ومباع بالكامل طبعاً واستلامه خلال سنة ونص إن شاء الله وزي ما حضراتكم شايفين وصلوا في الإنشآت للدور التالت وفضل دورين بس المشروع على شكل 3 مساة كبار من تصميم المبدع مهندس محمد طلعت أيقونة التصميم في العاصمة الإدارية الجديدة وصاحب خبرة كبيرة جداً وسبت أعمال كبيرة جداً في العاصمة الإدارية كملنا طريقنا على المحور المركزي لحد ما وصلنا للحي المالي وكان لازم نصور مشروع مهم جداً على المحور المركزي مباشرةً وبجوار بنك القاهرة وبنك مصر مشروع فيجن تاور والخاص بشركة ن اي جي المشروع متروح للبيع حالياً بسعر متر تنافسي بالنسبة لمشروعات الحي المالي واللي بيعتبر الخيار الأول في المكاتب الإدارية في العاصمة الإدارية لقربه الشديد من حي الوزرات والبنك المركزي حالياً مفتوح الدور الخامس بمساحات تبدأ من أول خمسة وخمسين متر وسعر متري يبدأ من ثمانية وتلاتين ألف بعد الخصب بمقدم عشرة في المية والتعصيط على ثمن سنوات واستلام المشروع ده ثلاث سنوات خرجنا من المحور المركزي لمحور الرئاسة لحد ما وصلنا لواحد من أهم المعالم في العاصمة الإدارية وهو بهو الأعمدة أو النصب التذكاري أو قوس النصر سميه زي ما حضرتك تحب واللي تم تنفيذه بالكامل على الطراز الفرعوني على مساحة 45 ألف متر مربع بيتكون النصب التذكاري من 84 عمود دائري فوق كل عمود تاج وزن التاج يتروح من بين 14 إلى 17 طن كمان في 86 عمود مربع مكتوبة عليهم أسماء الشهداء وفي الجزء العلوي من النصب التذكاري تم حفر أسماء الله الحزنة كان لازم كمان نصور ساحة الشعب ساحة الشعب بتضم أعلى ساري عالم في العالم تقع ساحة الشعب بين البرلمان وبين رئاسة مجلس الوزراء وتبلغ مساحتها تقريبا 360 ألف متر مربع طولها تقريبا 1200 متر وعرضها تقريبا 300 متر يتوسط الساحة أطول ساري عالم زي ما قلنا في العالم اللي بيبلغ ارتفاعه تقريبا 185 متر الساحة بتضم 32 مبنى خدمي ومسرحين مكشوفين أما بالنسبة لمباني ومقارات الوزرات فحدس ولا حرج زي ما حضركم شايفين تم الانتهاء منها بالكامل وجاري استكمال تشغيل المباني بالكامل 34 مبنى وزاري ومقار رئاسة مجلس الوزراء ومقار شركة العاصمة الإدارية بعد كده اتحركنا لمركز مصر الثقافي والإسلامي واللي بيحتوي على واحد من أكبر المساجد في العالم هو مسجد مصر الكبير يتسع المسجد إلى حوالي 107 ألف مصلي وترتفع مآذنه بطول 140 متر ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للإحتفالات والمناسبات وتحفيظ القرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراش متعدد الطوابق والأدوار سبع أدوار بسعة إجمالية 3000 سيارة وبيطل مباشرة على حي الوزرات وحي الداونتاون ومنطقة سوق الدهب كملنا طريقنا على محور بين زايد الشمال المراضي لحد ما وصلنا لمنطقة الأعمال المركزية والبرج الأيقوني من الجهة الشمالية أهمية المنطقة دي تحتم علينا تصويرها من كل الزوايا الممكنة بصراحة البرج الأيقوني حاجة تشرف بجد اتحركنا من عند البرج الأيقوني ودخلنا منطقة الـ R3 الحي السكن الثالث وطبعا زي ما حضرتكم شايفين الحي خلصان بالكامل الحي تابع لوزارة الإسكان المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية وبيضم حوالي 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشريب وجاهزة للسكن بصراحة حاجة تشرف كلنا كنا حاسين بالفخر أن الحاجات الجميلة دي موجودة في مصر مش هنسى كلمة شاب من اللي كانوا معايا في الزيارة وما قال هو ده فعلا اللي المصريين يستهلوه بلدنا كان لازم تبقى كلها زي العصامة كنت حسس أن في أوروبا وقبل ما حد من حضراتكم يحرجني أنا ما روحتش أوروبا لكن شفتها في التلفزيون زي زي ناس كتير شكل العمرات وتنظيم الشوارع وتوزيع الخدمات حاجة فعلا تستحق الاحترام ونتمنى الشكل ده يعمم في جميع أنحاء مصر المحروسة اتحركت بالعربية ومش قادرة أوقف تصوير عايزكم تشوفوا كل اللي أنا شايفه موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل منسيب العاصمة والروح كان لازم نلقي نظرة أخيرة على الايقونة الجميلة دي البرج الايقوني ومشروع المونيريل للنقل الجماعي وكمان نصور منطقة الابراج اللي هي الاميو سيفن والمطلة على محور بنزايد الشمالي ومنطقة الاعمال المركزية والحي السكن التالت والتاني واللي فيها مشروعات ضخمة زي انفينيتي تاور والسيكستي ايكونيك تاور وامازين ويوسي وتاج مصر ولسه في شركات تانية كتيرة هتنزل في المنطقة دي واللي هيكون لها مستقبل رائع نظر للتميز الشديد في الموقع بتاعها كان لازم نودع البرج الايقوني بنظرة أخيرة ونقول لكم ان الزيارة دي أسعادتنا كلنا وحبينا نشاركها معاكم اتمنى تكونوا مستمتعتوا بالزيارة دي زينا ولو عندكم اي اسئلة بخصوص العاصمة الادارية او مشروعاتها سواء كانت مشروعات سكنية او تجارية او ادارية اتمنى تشاركونا في التعليقات او تتصلوا بنا على الارقام اللي ظهر على الفيديو وموجودة في صندوق الوصف كنت معاكم مهندس رجل سلمان شركة ديجيتر العقارية باتمنى لكم الخير كله واشوفكم على خير بإذن الله السلام عليكم اشتركوا في القناة